قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم جوائز الكاف حكيم ينافس محمد صلاح وفيكتور أسيمين على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا أم رابط بداية مع مونشستر كانت صعبة لم أقم بالإعداد للموسم مع الفريق وتعرضت للإصابة ولكن الآن أشعر بتحسن رئيس الفيفا يفاجئ ميسي بهذا الطلب من أجل كأس العالم في المغرب جوائز الكاف حكيم ينافس محمد صلاح وفيكتور أسيمين على جائزة أفضل لاعبين في إفريقيا أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كافة اليوم الخميس عن القائمة النهائية للعبين المرشحين لنا لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2023 وشهدت القائمة النهائية تواجد الدولي المغربي أشرف حكيم يضاهر الأيمال لنادي باريسان جرمان الفرنسية إضافة إلى المسر محمد صلاح نجم لفيربول الإنجليزية والنيجيري فيكتور أسيمين مهاجم نابولي الإيطالية وفي المقابل غابة المغربية سينبونو حارس مرمال هيلل السعودي عن القائمة إضافة إلى الجزائر رياض محرز مهاجم الأهل السعودي يشار إلى أن حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيقام يوم الاثنين المقبل في إحدى الفنادق بمدينة مراكوش المغربية أمر رابط بداية مع مونشستر يونيتد كانت صعبة لم أقم بالإعداد للموسم مع الفريق وتعرضت للإصابة ولكن الآن أشعر بالتحسن تحدث الدولي والمغربي صفين أمر رابط متوسط ميدان نادي مونشستر يونيتد عن مدربه الهولندي إريك تنهاك عقب الفوز على تشيلس بهدفين مقابل هدف الحساب الجولة الخامسة عشر من الدورة الإنجليزية الممتاز وقال أمر رابط في تصريحي لقنوات بإنسبورت إن تنهاك مدرب رائع للغاية السبق للعمل معه في أوتريخت منذ سنوات وهو مدرب ممتاز وضف الدولي المغربي تنهاك يعتبر أحد أفضل المدربين في العالم وهو مدرب رائع ونحن جميعا ندعمه وبخصص مستوه رفقة النادي الإنجليزي أوضح صفيا لا أحب تقديم الأعضار لكن بداية مع مونشستر كانت صعبة لم أقم بالإعداد للموسم الجديد مع الفريق ثم تعرضت بعد ذلك للإصابة وأتم حديثها لم يكن الأمر سهل لأنه لم يكن لدي الوقت للتأقلم الآن أشعر بتحص وينبغي علي القتال في الدور الإنجليزي لا توجد مباراة سهلة لكنني أحب أن ألعب في أعلى المستويات وأمل أن أقدم الكثير للفريق رئيس الفيفا يفاجئ ميسي بهذا الطلب من أجل كأس العالم في المغرب عبر جينا إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرس القدم عن أمنيته بأن يتواجد النجم الأرجونتيني ليوني الميسي في كأس العالم المقبل وكأس العالم 2030 بالمملكة المغربية وإسباني والبرتغال وأيضا كأس العالم بالسعودية 2034 وفي تصريحة نقلة صحيفة منذ دي بورتيفو الإسباني أشار إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرس القدم إلى أنه يود رؤية ليوني الميسي على أرضية الملعب في المغرب في كأس العالم 2030 وأيضا في ملعب السعودية في 2034 وقال إنفانتينو آمل أن يشارك في كأس العالم المقبل والتي تليها في 2030 وحتى كأس العالم 2034 فيصل الحرشاوي يفكر في المنتخب المغربي كشف محمد الحرشاوي والد اللاعب فيصل الحرشاوي ذي الأصول المغربية وأحد الأسماء التي سهمت بشكل فعال في تتوجي الماكينات بلقب كأس العالم الأقل من 17 سنة في أندونيسيا كشف حقيقة اختيار نجله تمثيل المنتخب الألماني على حساب المغرب وقال الحرشاوي في تصريح لموقع سبورت ما قاله سعيد شيبا عن فيصل في اختياره تمثيل ألمانيا غير صحيح ابني مغربي وفضل المغرب دون التردد وكان مع المنتخبة الوطنية وأضاف أن فيصل وجد نفسه مضطرا لتمثيل منتخب ألمانيا بعد تهمشه من طرف سعيد شيبا لذلك استجاب لدعوة المنتخب الألماني والحمد لله حقق معه لقب كأس العالم وكان دائما في التشكلة الأساسية وتبع قائلا فيصل حتى الآن يفكر في المنتخب المغربي وإن شاء الله سيجد الفرصة مستقبلا هو يحب المغرب ودائما يقضي عطلة وهناك وقد كان السعيد من قبل مع المدربين السابقين ونحن نحترم قرار المدرب ونأمر الخير مستقبلا وسام الحرشاوي في تتوج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم الأقل من 17 سنة بعد تسجيله ركلة ترجحية كما تواجد متوسط ميدان ديكولان ألماني البالغ من العمر 17 سنة في اللائحة الرسمية للمنتخب الألماني في جول مبارية المونديال ولعب أساسيا في المباراة النهائية أمام المنتخب الفرنسي وكان الشيبا قد أكد في تصريحات إعلامية أنه وجه الدعوة إلى فيصل حرشاوي للمشاركة في مونديال أندونيسيا مشيرا إلى أن هناك العشرات من اللاعبين ذوي الأصول المغربية يحملون ألوان دول أخرى وهو منفه والد اللاعب ونجح منتخب ألمانيا في استعادة الموهبة المغربية الصعيدة إلى صحفها بعدما جاور المنتخب المغربي في مناسبات عدة آخرها كأس العرب الذي نظم بالجزائر سنة 2022 دون أن ينال فرصتها وهو الأمر الذي استغله الطاقم التقني الألماني الذي عمل على دعوته لحمل قميس المنشفت ومنح إثقة كبرى بإشراكه أساسيا المنتخب المغربي يدخل معسكره الإعداد لكأس أفرقيا في هذا التاريخ يستعد المنتخب المغربي للمشاركة في كأس أمم أفرقيا 2023 التي ستقام في الكودفور ويدخل معسكر إعداديا في السابع والعشرين من دجمبر الجاري استعداد للبطولة وتقرر أن يخوض المنتخب المغربي معسكره الإعدادي تحضير لكأس أفرقيا للأمم بداية من يوم السابع والعشرين من دجمبر الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلاء ومن المنتظر أن يخوض الفريق الوطني مباراة ودية أمام منتخب جامبيا يوم السابع من يناير على أن يخوض مباراة ودية تانية بسان بيدرو التي سيقيم بها ويعمل النخب الوطني وليد رجراجي على تتبع جميع اللاعبين الذي نستتم المنادة عليهم لكأس أفرقيا للأمم برفقة مساعديها على أن يحدد اللائحة النهائية فيما بعد ويدخل أبناء وليد رجراجي معسكرا إعداديا قويا استعداد لكأس أفرقيا للأمم ويسعى للتحقيق نتائج جيدة في البطولة وتقرر أن يخوض المنتخب المغربي معسكره الإعدادي تحضير لكأس أفرقيا للأمم بداية من يوم السابع والعشرين من دجابير الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلاء ومن المنتظر أن يخوض الفريق الوطني مباراة ودية أمام منتخب جامبيا يوم السابع من يناير على أن يخوض مباراة ودية تانية بسان بيدرو التي سيقيم بها قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم جوائز الكاف حكيمي ينافس محمد صلاح وفيكتور أسيمين على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا أم رابط بداية مع مونشستر كانت صعبة لم أقم بالإعداد للموسم مع الفريق وتعرضت للإصابة ولكن الآن أشعر بتحسن رئيس الفيفا يفاجئ ميسي بهذا الطلب من أجل كأس العالم في المغرب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار